اما بالنسبة للوضع التيار السمية والخط بالنسبة للسياسة وما شابه ذلك سواء الدستورة والانتخابات فهو كالسابق على انه كل سياسة بوجود الاحتلال لا يمكن قيامها الان اي نوع من النوع السياسة حتى الفيدرالية انا رفضتها لا لكونها فيدرالية وانما لكونها شيء مع وجود المحتاج انا ادري ان اذا اتحد العراق الفيدرالية شوي اقل من الوحدة يعني انه جزء واحد فكرة الفيدرالية اسلامية اصلا بالحقيقة الخلافة هي نوع من النوع الفيدرالية لكن الفيدرالية تقلل من قوة العراق ومع وجود المحتل شوي تكون بعد اشد ضعفا فالتجنب مثل هذه الامور السياسية مع وجود المحتل انا اشوفها اولى اشتركوا في القناة